السلام عليكم أبناء وابناتي طلبة وطالبات تخصص الزخرفة والإعلان النهاردة موعدنا مع إحدى حلقات مادة العمليات وتطبيقاتها للصف الثاني لنفس التخصص وهنتكلم النهاردة على لصق ورق الدهب على الأسطح المختلفة فيما يتعلق بلصق ورق الدهب على الأسطح المختلفة كتير قوي إحنا ماشيين بنشوف بعض قطع الموبيلية أو بعض المنتجات التي تتباع في الأسواق فيما يتعلق بالحرف التراثية بنلاقي أن هذه المنتجات لونها دهبي وكتير منكم بيعتقد أن هذه المنتجات الذهبية اللون مدهونة بلون دهبي وما يعرفش أنها بيكون ملزوقة بورق دهب ورق الدهب ده هو عبارة عن عدة أنواع في منه دهب بيبقى دهب طبيعي دهب بيبتدي من عيار 24 لغاية عيار 12 وده بيسموه الدهب الفرنساوي أو الفينو وفي منهم بيبقى اسمه دهب إنجليزي وده ما بيبقاش عيار خالص ده بيبقى عبارة عن نحاس وأسدير النحاس عشان يديني لون الدهب والأسدير عشان يديني لمعة الدهب وطبعا فرق شاسع ما بين الاثنين في السعر ده بيبقى بالدفتر وده بيبقى بالوزن بالجرام الحاجة الثانية فيه ورق فضة وفيه تقليد الفضة ورق الفضة بيقى فضة خالصة وبرضه بتلزق على الموريلي وعلى المنتجات المختلفة وتقليد الفضة بيكون عبارة عن ألمونيوم وأسدير برضه النهاردة احنا طبعا هنشوف يعني ورق الدهب ده بيتلزق ازاي برضه عشان ندي فكرة تمهيدية كده هنشوف ورق الدهب نفسه ازاي بيتم تصنيعه يعني ازاي بيتم تصنيعه بصورة عدوية وازاي بيتم تصنيعه بصورة آلية وخطوات لزقه على السطح ايه وازاي بعد كده بنعمله عملية البتين والأكسدة عشان ندي له مظهر من مظاهر اللي هي الأنتيك يعني 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 كأنه قطعة يعني قديمة هنشوف ده نبص معنا على الشاشة دي المنتجات اللي هي بنستخدم فيها ورق الدهب بيستخدم على السالونات زي ما احنا شايفين كده على الشاشة يعني بيستخدم ايضا على اللي هي الاساس الخشبي زي المرايات وزي يعني كافة الحاجات المتعلقة برضو بعض اللي هو يعني غرف النوم اللي ستيل بتكون برضو ملزوقة بورق الدهب او في بعض اجزاء منها بعد ما بيدهن الدهان اللي هو اللاكي بتاعها بتتلزق بورق الدهب ايضا بيستخدم لزق ورق الدهب على الجدران يعني سواء كان على الاسقف فيه لو رحنا مكان تاريخي زي قصر محمد علي بشبرة زي قصر محمد علي بالمنيل زي بعض القصور القديمة هنلاقي ان احيانا بتكون الكرنيش والقبب الموجودة داخل هذه القصور بتكون ملزوقة بورق الدهب ايضا من ضمن الاستخدامات بتاعتها اللي هو البصمة اللي هو الاكلاشية الاكلاشية زي دا كده دا بيكون عبارة عن اكلاشية معدني عليه نفس الزخرافة دي وبيحط ورقة الدهب على الغلاف الجلد دا وبينزل اكلاشية سخنة فيطبع شكل الدهب بيلزق فيه المكان وبقية الورقة الدهب بيتم يعني بيتم ائزالته ايضا بيستخدم برضو ورقة الدهب في مجال الطباعة برضو في مجال تزهيب اطراف الكتب دي عشان تحميها من المؤسرات الجوية والاتربة وتحميها من الحشرات اللي بتاكل الورق لان الطبقة اللي موجودة المعدنية على اطراف الورق دي يعني بتعمل عملية حماية الى حد كبير طبعا مش الدهب بس اللي بيتلزق ورقة ولكن فيه دهب بيبقى عبارة عن لون دهبي هذا اللون بيتم يعني تطبيقه بالفرشة طبعا الحلقة النهاردة مش هكفي احنا نخلص درس التزهيب كله فهناخد جزء كبير منه والجزء الباقي بقى اللي هيبقى فيه تزهيب بالفرشة تزهيب على الجلود التزهيب على الرخام الزجاج هيبقى في الحلقة القادمة باذن الله طبعا فيه برضو من الحاجات اللي بيتم التزهيب عليها او لزق ورقة دهب عليها اللي هو الزجاج وبأكتر من طريقة وفيه بتبقى طرق على الزجاج العادي بتبقى مش معرضة لحرارة وفيه اللزق على الاكواب والكقوز بيبقى معرض للحرارة عشان يعملوا عملية تزبيت طبعا هنا واضح جدا ان استخدام ورقة دهب في هذه الجدارية ما كانش ورقة دهب ده مستخدم لون وبيشتغل بالفرشة بتاعه بالفرشة طبعا ايضا بيستخدم ورقة دهب في لزق الكرانيش داخل الاماكن يعني داخل العمارة الداخلية يعني سواء كان في البيوت او في القصور او في المساجد او في الكنائس طبعا ورقة دهب يعني مش صناعة حديثة الفرعنة استخدموه من فترة طويلة جدا ومقبرة توت عانخ امون كانت يعني يعني خير شاهد على ده والفرعنة استخدموا الدهب والفضة ولزقوه على الموبيلية بتاعتهم واستخدموا ايضا مخلطات الدهب والنحاس وكان اكتر شيء استخدموه هو الدهب بعيراته المختلفة طبعا المعادن اللي احنا بنستخدمها زي ما احنا شايفين في تطبيق التزهيب على الاسطح المختلفة متعددة وكثيرة منها البلاتين والدهب بمختلف عيراته وسبائك الدهب زي ما قولنا والنحاس سبائك الدهب والفضة سبائك النحاس والاسدير والفضة والألمونيوم زي ما قولنا قبل كده ان احنا بنستخدم ورقة دهب من عيار 24 و22 لغاية عيار 12 وتختلف الوان رقائق الدهب حسب العيار بتاعه ونوع المعدن اللي هو مخلوط به وورقة الدهب بيتباع على ثلاث درجات الفاتح والمتوسط والدهب المحمر وطبعا احنا هنا بنتكلم ان اكتر حاجة بتستخدم في تكسية اسطح المشغولات والدهب الفرنسي والدهب الانجليزي والفضة وايضا الملفات اللي بتستخدم في عمليات الطباعة وهندرس كل واحد من دول على حدا اول حاجة اول حاجة رقائق الدهب الفرنسي او الفينو ودي عبارة عن يعني رقائق مربعة ابعادها بتبقى حوالي تمانية سنتي واثنين ميلي لغاية تمانية سنتي وسبعة ميلي وصمكها يعني ضئيل جدا صمكها واحد على الف لخمسة على الف من الميلي متر لذلك احنا لو مسكناها بادينا وادينا كانت عرقانة وجينا نسيبها بتتقطع في ادينا كل دفتر من دول بيحتوي على خمسة وعشرين ورقة الورق طبعا عشان ما يلزقش في الايد بيبقى عليه حاجة كده زي بودرة التلك ولكن هي بودرة نعمة لونها برتقالي اسمها مسحوق البول الناعم وما بينها ورق قطني عامل زي ورق المناديل كده عشان يحميهم من ان هم يلتصقوا ببعضيهم كل دفتر ورق دهب فرنساوي بيغلف بغلاف ورقي سميك عليه مركة وعليه عيار الدهب ومقاسه وسمك الدهب والبلد المنتج لي اما الفرنساوي بيبقى متكون من النحاس والاسدير بالاضافة الى نسب قليلة من معادن تانية زي الالمونيوم والزنك والماغنيسيوم المقاسات بتاعته بتبتدي من 67 لغاية 130 ميلي طبعا طوله العرض يعني واكتر السمك بتاعه بيبقى سميك عن الدهب الفرنساوي السمك بتاعه بيبقى 1 على 10 من الملي متر الخمسة على 10 من الملي متر والبريق بتاعه اللمعان بتاعه ما بيستمرش فترة طويلة عشان موجود فيه معدن النحاس ولكن ايضا كل دفتر بيحتوي على 20 ورقة بيبقى عليه المركة والمقاس والصمك ده طبعا شكل ورقة الدهب داخل دفتر ورقة الدهب بتكون شكلها عامل ازاي انا بقى عايز اكشف على الصالون بتاعي ده مثلا اللي انا جايبه راجل قال لي ده دهب فرنساوي يا بيه طبعا انا عايز اكشف على ان ده دهب فرنساوي ولا لا او عايز اكشف على دفتر الدهب اللي انا اشتريته من عند التاجر وقال لي ده دهب فرنساوي قبل ما اشتري كمية اكشف عليه ازاي ان ده دهب فرنساوي او دهب انجليزي بجيب مادة اسمها كابريتور النشادر بحط فوق ورقة الدهب نقطة من كابرتور النشادر لو ظهرت بقعة غمقة ده بيدل على ارتفاع نسبة النحاس الموجود بالسبيكة اللي تم تصنيع ورقة الدهب دي منها والبقعة الغمقة دي نتجة من تفاعل كابرتور النشادر مع النحاس الموجود فيه السبيكة ولو ما تأثرتش ده بيدل على ان ورقة الدهب دي دهب فرنساوي عندي ايضا رقائق الفضة وقدرنا احنا ننتج رقائق الفضة من معدن الفضة الخالصة بيصل صمك الورقة من 5 على 1000 ل 10 على 1000 من الملي متر مقاس الدفتر ده وعدد الاوراق والابعاد بتاعته زي مقاس دفتر الدهب الانجليزي يعني 76 ل130 ملي متر طول وعرض عندي بقى تقليد الفضة بيكون من سبيكة معدنية من الالمونيوم والاسدير والزنك وبتشبه معدن الفضة النقي في لونها الصمك بتاعها يشبه برضو اوراق صمك اوراق الفضة وده بيستخدم بديل عن رقائق الفضة الخالصة ولكنه اقل جودة وتحمل منه ايضا عندي ملفات الرقائق المعدنية ملفات دي يعني بتبقى عارفين الرول كده بتاع ورق الفويل اللي بنغطي بيه الاكل اهو يشبهه كده وبيستخدم فيه ملفات تقليد الدهب وملفات تقليد الفضة وبيتكون الرول من طبقتين طبقة الاولى عبارة عن طبقة المعدن والطبقة التانية بتبقى عبارة عن طبقة من الورق الرقيقة عشان المعدن ما يلتصقش ببعضه بالشكل اللي احنا شايفينه ده ده في منه فضة او تقليد فضة وفي منه تقليد الدهب وهو ده اللي بيستخدم فيه الاكلاشيه والبصمة على الكتب وعلى المصاحف والاجندات طيب هنشوف خطوات التصنيع بتاعة ورق الدهب في الفيديو اللي جاي باذن الله تعالى وخطوات التصنيع اليدوية اللي ما بيتمش على مستوى تصنيع يعني انتاج كمية هو عمل ايه دلوقتي هو كان في البطقة اللي هو فضاها دي كان مسيح الدهب حصل له عملية انسهار وده طبعا احد الصناع المهرة في تصنيع ورق الدهب الفينو او الفرنسي شايف عنده ورشة صغيرة كده في فيتو يعني عاملها كما يعني رادة اعمال بقى بس يعني يعني قديمة شوية بيعمل عملية تصنيع للدهب هو هنا الجهاز ده بما ان الدهب معدن بيقبل السحب والطرق هو عمال يسحب السبيكة اللي كانت في ايده دي هيقعد يسحب فيها يسحب فيها لغاية ما يوصل للمستوى اللي احنا شايفينه ده يعني صمك كده معين حوالي نص ملي متر شفتوا السبيكة اللي هو كان قاعد يسحب فيه طبعا بتاخد مجهود كبير فاتفردت وبقت هذا الرول اللي هو بيلفه بايده ده طبعا هيليف في الرول ده وبعدين هيبتدي ان هو يعمله عملية قياسات ببرج العلام ويقص زي ما احنا شايفين كده وهيبتدي يحط فيه اللي هي الاغلفة اللبات دي او البلاستيك دي قطعة الصغيرة دي هتشوفوا دلوقتي هتفاجئوا ايه اللي هيجرى هو هيبتدي ان هو يعمل عملية طرق عليها احنا قلنا انه معلن بيقبل الايه السحب والطرق هو بيدق عليها دلوقتي والدق ده ليه سبب مهمة قوي ايوة عملية فرد ورقة الدهب الصغيرة اتفردت وبقت اكبر حجما كده سمكها مثلا بقى حوالي اه يعني ايه اه اه اتنين اه من عشرة من الملي هيسكت على كده لا مش هيسكت على كده هيكم هيقطعها برضو قطع صغيرة وهيرجعها تاني ويدقها اه من جديد وطبعا زي ما احنا متخيلين ان هذه القطعة الصغيرة من الدهب برضو هتتفرد لغاية ما توصل للسمك اللي احنا كنا قيلينه واحد اه خمسة على الف من الملي متر اللي عشر على الف من الملي متر وزوجته بتساعده اهيه طلع بقى الورقة بعد ما اتفردت كويس تحدد المقاس بتاعها تعمله مقاس مربع كده وتشيل الزيادات الزيادات طبعا ما بتترميش دهب يا جماعة الزيادات دي بتخش تاني تنصهر من جديد وتبتدي تحط ده جوه الايه دفتر ورق الدهب اهو بتشيل وتحدد المقاس بتاعها دي طريقة التصنيع بتاعة ورق الدهب الالي اليدوي هنشوف بقى طريقة التصنيع بتاعة ورق الدهب الالي ورق الدهب الالي بقى زي ما احنا شايفين كده اه بيعمل ايه بيعمل محدد اللي هي المكونات البلوتونيوم والجولد والا ويعني جميع أنواع المعادن اللي داخله فيه تركيب سبيكة الدهب سليبر نحاس بلوتونيوم هنشوف ايه اللي هيجرى بيعمل لها عملية ميزان عشان المكونات دي كلها تبقى يعني متجمع مع بعض بنسب معينة مطلوبة بعد ما وزن بيوزن بقية المعادن ايه وجمع كل ده وحطه جواء البتقة او البوتقة اللي هو بيصهر بيسيح فيها الدهب هيطلعها من الفرن طبعا درجة حرارة يعني يعني تعدي الالف درجة شوفوا الوعاء الفخار اللي بيتم الصهر فيه يعني منور من درجة الحرار هيشيل الغطة وهيصب سبيكة الدهب في المكان بتاعها وبعدين يطفيها يخف الحرارة بتاعتها شوية ويدخلها بقى بعد كده على عملية الايه السحب يقعد يصحب فيها زي ما حصل في الفيديو الاولاني لغاية ما تتفرد وبعد ما تتفرد بيلفها كارول ويبتدي ان هو يقطعها ويدقها بقى بس بصورة آلية يدقها بطريقة آلية اهي بيدق على كل حتة شوف بيقولك المساحة الاولانية كانت كانت قد ايه اللي هو كان قطعها وبعد ما اتدقت بالطريقة الآلية تضاعفت المساحة عشرة اتنشر مرة زي ما احنا شايفين كده بعد كده بقى يقطعها اتنشر بس شوية دي عملية تانية برضو عملية فرد تاني عشان كده بنصل للصمك القليل الاوي اللي احنا بنتكلم عليه ده ويبتدي انه هو يحط الورق في دفتر ورق الدهب وده ايضا دهب فينو فرنسي بس بيتم في مصنع ولكن ايضا الدهب الانجليزي اللي هو نحاس وازدير بيتم تصنيعه بنفس الطريقة ولكن طبعا بيصنع بطريقة آلية مية في المية عشان يعمل منه انتاج كمي عشان يحقق مكاسب طيب لما بنيجي بقى ان احنا هنلزق ورق الدهب هنلزق ورق الدهب بايه ورق الدهب بيتلزق بقى اكتر من مادة لازق في عندي بيتلزق بحاجة اسمها ورنيش الجولد ورنيش الجولد وفي بيتلزق بحاجة اسمها الماكسيون فورت اللي هما الصناعية المدهباتية اللي موجودين في السوق بيسموها الميسيون بيسموها ايه الميسيون بيتلزق الميسيون عليه ورق الدهب بعد نص ساعة بعد ما يكون يعني ايه اصبح حساس للنمس يعني لما بيلمسوا صباعه بيلزق فيه كده وبيلدع زي ما بيقولوا طيب الميسيون او الماكسيون ده معمول من ايه بيتحضر من زيوت نباتية جفوفة يعني ايه زيت نباتي جفوف خد نفسنا اقول زيت جفوف يعني زيت مفهوش اكسجين ومفهوش رطوبة ده مما جعله بيمتص الاكسجين لما بيدهن وبيحصل له عملية البلمرة او الجفاف وغالبا اللي هو زيت بزرة الكتان اللي معروف عندنا باسم الزيت الحار او معروف سوقيا باسم الزيت الايه الحار طب الزيت الماكسيون ده بيعملوه ازاي اول حاجة بيجيبو الزيت ويحطوه في عبوات زجاجية ازايز ويحطوه في الشمس لمدة تصل الى 6 شهور طبعا بكميات ايه كبيرة جدا فبتتغير الخواص بتاعته وبيتحول من زيت الى مادة لسقة لما بنيجي نستخدمه بنزود له لون اصفر الكروم عشان يبقى ارضية كويسة لورق الدهب عشان ورق الدهب لما يتلزق لو في حتة يعني ما تلزقتش يبقى يعني انا بقى شايفها كويس قوي من اللون الاصفر الكروم اللي موجود واقدر ان انا ايه اغطيها بقطعة على الدهب من ورق الايه الدهب ما بنلزقش ورق الدهب عليه زي ما قلنا الا اذا كان حساس للايه لللمس وعندي حاجة اسمها ورنيش الجولد وده اللي هو بيسموه الميسيون السريع لان فترة الجفاف بتاعته بيكون حوالي نص ساعة ما بياخدش وقت في الجفاف وده بيتعمل من زيت الخشب الصيني اللي هو زيت التنج زيت الخشب الصيني وبرضه بتحط عليه اصفر كروم لتلوينه وممكن ان احنا نخففه بتربنتين وممكن ما نخففوش وبيفضل استخدامه في عمليات اللصق للمساحات اللي هي الصغيرة اما لو هلزق مساحات كبيرة بورق الدهب هلزق يعني هستخدم حاجات تانية عندي الغراء بانواعه غراء السمج غراء الجيلاتين نشوف بقى خطوات لزق ورق الدهب ازاي بنلزق ورق الدهب على الاسطح الخشبية بداية ازاي بنلزق على الاسطح الخشبية زي ما احنا شايفين في الصورة دي فيه هنا هو ماسك بايده اليمين فرشة التزهيب وماسك بايده الشمال دفتر الايه الدهب نبص كده اول حاجة بتعملها البنت دي بتعمل عملية تجبيس للقطعة يعني ايه تجبيس للقطعة بتدهن البرواز اللي هي تلزق ورق دهب ده بتدهنه بالجبس الباريسي الجبس ايه الباريسي جبس الباريسي ليه جبس الباريسي بذات لانه هو انقى انواع الجبس وانعم انواع الجبس وبيقبل عمليات لزق وراء الدهب عليه بعد ما جبست القطعة بتديها غرة تسد مسام الجبس بعد كده بتديها ممكن جملكة بالفرشة كنت ده تجهيز اعداد للارضية بعد كده هتجيب الميسيون السريع هتجيب الميسيون الايه السريع وتبتدي تدهن بالميسيون السريع اللي هي محط محط اصفل كروم تدهن البرواس كله بالماكسيون او ورنيش الجولد سايز اللي هو السريع ما بتسيبش مكان الا لما بتديله المادة اللزقة بتاعه دي حاجة مهمة قوي نضغط كافة الاماكن بعد كده بقى تبتدي تلزق ورق الدهب واخدين بالكو هي بترفع ورق الدهب ازاي بترفعه بالمشت التزهيب اللي هو ده عبارة عن ايه هو مشت التزهيب ده عبارة عن ورقتين كارتون ومنهم صف من وبر الجمل او وبر الخنزير اللي هو اللي ببقى شعره يعني صلب شوية ودي طبعا هنا دي اسمها مخدة التزهيب اللي بتقطع عليها ورقة الدهب المهم انها عشان تشيل الدهب بالطريقة دي طبعا مش عايزة تمسكه طبعا عشان السمك بتاعه لو مسكته ايديها عرقانة هيتقطع في ايديها بتعمل يتمشي مشت التزهيب على البلوفر اللي هي لابساها او على شعرها او على هدومها فبيكتسب حاجة اسمها كهربية استاتيكية هي اللي بتخلي يشيل ورقة الدهب وتلزق فيه كده يشبه الطريقة اللي احنا كنا بنلعب بها زمنا وحنا صغيرين لما كنا نجيب شوية ورق ونقطعه صغير خالص ونجيب قلم وندعك القلم ده في هدومنا او في شعرنا فنلاقي ان الورق بيلتصق به عن طريق خاصية اسمها الكهربية الاستاتيكية ودي هي دي الصنعة الصحيحة للاز ورقة الدهب زي ما احنا شايفين كده بصوا كل شوية عمالة بتشحن بتشحن المشت التزهيب في اليقة بتاعت الشيرت بتاعت ده انه طبعا بعد فترة بيفقد الكهربية الاستاتيكية طبعا هي لاحظت وها شغالة كده ان في مكان مفهوش مادة لزق فالديتوم مادة ايه لزق او كان حصل جفاف للمنطقة اللي هي بتلزق فيها بتفضل شغالة جزء جزء كده بكل عناية بكل عناية وهتلاحظوا حاجة ان الدهب بيعني بيعني تحس كده ان هو بينجزب لوحده للسطح حتى لو سطح كان فيه زخارف او فيه قيمة او فيه حفر فبينجزب للمادة ايه اللزقة وهي لما بتيجي تشتغل على البرواز تبتدي بقى تبص تشوف ايه الاماكن اللي ما تلزقتش زي ما حصل كده وتلزق عليها قطعة من ايه من ورق الدهب بعد ما عملت كده طبعا بتدهنها مش بتدهنها بتمشي عليها بالفرشة عشان تسبتها في اماكنها ولكن في مرحلة تانية مهمة قوي مرحلة السقل والتنعيم اللي هي ارن السقل ده كان بيتعمل زمان من قطعة من ارن الخرطيت كانت بتتحط بزيت الزيتون ثلاث ايام وكان بتبقى بالشكل ده وتتركب في النصاب او اليد بتاعها وكان هي اللي بتستخدم عشان يعني يتكوي بيها ورق الدهب بعد لسقه ولكن دلوقتي زي ما احنا شايفين كده ارن السقل بقى يتم صنعه من البلاستيك زي ما احنا شايفين هتمسك البرواس كله كل ورقة الدهب اللي هي اللذائته بتدعاكه بقرن السقل ده فاي تكسيرات او اي حاجة موجودة فيه فبتتفرد كويس قوي كمان بيزيد اللمعان بتاعه بالطريقة بالطريقة دي ادي ارن السقل بوضوح اهو وده من المعدات اللي هي انتو بتدرسوها في مادة ال 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 المعدات لل لل الزخرافة والاعلان خلصت اهي وعلقت قطعة الشغل وهتاخد حتة شغل تانية وتشتغلها شوفوا الجمال شوفوا وراء الدهب لونه ما بيغيرش بسهولة ولكن احنا لو بندهن بلون اللون بتاعه بيغير بسرعة جدا شوفوا بيضو ازاي كأن البرواز اصلا مصنوع كأنه مسبوب او مسبوك كاملا من الدهب هنا بقى دي الجودة بقى يعني المصور بيورينا ان يعني القطعة ما فيهاش غلطة طيب ازاي بقى نلزق وراء الدهب على اجزاء ونعزل اجزاء تانية زي مثلا لو حبينا ان احنا نلزق وراء الدهب في الصورة دي زي ما احنا شايفين كده حبينا نلزق على يعني عقد داخل باب في منزل طبعا عشان يلزق على اللي هي القيمة اللي موجودة دي او الحالية اللي موجودة دي وميلزقش على الارضية لي حاجة بنستخدمها عشان نمنع الدهب انه يلزق في الارضية ويشوه الشكل اول حاجة انه يبقى محدد كويس قوي محدد كويس قوي المادة اللي يزق بتاعته يعني المادة اللي يزق بتاعته ما تطلعش برة الحلاية او القيمة اللي هو شغال طبعا ده مش شغال بذهب فرنساوي وإلى لو شغال بذهب فرنساوي كانت ورقة الدهب اتقطعت في ايده خالص هو حتى برضو مسكها بايه بعناية جديدة وكل شوية بيبضر ايده اما ببودرة تلك باي حاجة عشان بودرة تلك تخش في المسام المسام ما تعرقش ولم ييجي يمسك ورقة الدهب الانجليزي اللي هي عبارة عن الحاس وقزدير دي ما تلزقش في ايه في ايده طبعا هو محدد كويس قوي اماكن لازق او الاماكن اللي هيلزقها محددها بيه ورق محددها كويس قوي بالمادة اللزقة وطبعا واضح ان هو اشتغل بيعني ميسيون سريع مش بياتي جولد جولد صايز يعني ومجنيش جولد صايز طيب عايزين نقول بقى طب فرضا هو عايز يعني يزود العناية قوي ويعني يأكد ان ما فيش ورق ذهب هيلزق في حتة من حتة البيضة اللي هو مش عايز ورق ذهب يلزق فيها بيستخدم حاجة اسمها جيلر الجيلر ده عبارة عن بياض بيض مضروب مع مية عارفين مايونيز كده ماشي بياض بيض مضروب مع مية ويبتدي بالفرشة ان هو الاماكن اللي مش عايز ورق ذهب يلزق فيها بيديها بالدهان الشفاف ده والاماكن اللي عايز ورق الذهب يلزق فيها بيديها بالمادة اللزقة طبعا بعد ما لزق بيبتدي بالفرشة بكل سهولة زي ما احنا شايفين كده يشيل الذهب الزيادة على فكرة هي صنعة والصنعة دي ليها يعني اسم في السوق مذهباتي اللي بيشتغلها ولكن هي من السهولة ان لو حد عنده صبر شوية يقدر ان هو يعملها بنفسه في البيت عنده بمبونيرة عايز يلزق ورق ذهب عنده برواس صغير عايز يلزق ورق ذهب ويجرب ويتفرج على فيديوهات زي كده ويشوف ازاي بيتم اللزق ممكن يبقى مشروح في ناس بتعملوا على الفخار يعني اواني فخارية وبتسد المسام بتاعتها بالغيرة وبتديها مادة عزلة وبتلزق عليها ورق الذهب نيجي بقى لنقطة مهمة قوي اللي هي اعمال البتين والاكسدة اعمال البتين والاكسدة دي لو احنا حبينا ان احنا ندي مظهر اسري للسطح يعني انا عايز القطعة دي قطعة سينية يعني قطعة كده يتقال عليها انها قطعة يعني انتيك او انها بالفعل قطعة انتيك وجات لي عشان اعمل لها عملية صيانة كملت الاجزاء الخشبية اللي فيها جماعة بتوع الترميم وبعد وبعد ما عملوا كده يعني عايزين يدوها ورق دهب تاني بس عايزين يدولوا المظهر بتاع القدم كأنها قطعة قديمة طب ده بيتم ازاي بيتم بحاجة اسمها البتين او اجراء عملية الاكسادة والبتين او اجراء عملية الاكسادة عملية يعني تختلف من سطح لسطح يعني انا عايز قدي ذهب بلون جنزاري اللي هو لون الجنزارة بتاعت النحاس هستخدم الوان معينة بتديني اللون ده عايز استخدم اللي هو تأثير القدم انه مع القدم لونه بيغمق ولونه بيمين للبن شوية بستخدم الوان بتفيد بده طب تعالوا نبص كده ازاي هنعمل البتينة عشان نعمل البتينة بنجيب زيت مستوي اللي هو زيت بزرق الكتان وتربنتين ومساحي لونية اصفر اهرة وطينة مستوية واكسيد احمر عشان ادي لون يشبه لون الدهب الماكسد واعمل اللون ده واجهزه معي تعالوا بقى نشوف اللون ده بعد ما عملته اهو انا طبعا لازق ورق دهب اهو على كورنيشا دي هدهن الكورنيشا دي بعناية شديدة جزء جزء في الاماكن اللي انا عايز اعمل لها عملية الاكسادة او البتين او اعطاء المظهر انها يعني حتة انتيك طبعا ده بعمله كده واللون بكون حقيص ان نسبة الزيت اللي فيه بتخليه يجف ببطقة يعني نسبة الزيت اللي موضوعة في اللون ده اللي هو البني اللي احنا شايفينه بتخلي هذا اللون بيجف بطقة طبعا بعد ما دهن بدأ بفرشة يشيل اللون الزيادة ويشيل اللون الزيادة بالفرشة ويمسح سن الفرشة تانية على ما شايف ايده وبعد كده بدأ يضق ويعمله عملية سبونش بدأ يضق وبيشيل اللون الزيادة كل ده لان كانواخد نسبة زيت عالية ونسبة الزيت العالية دي خلته ايه ما يجفش بسع اهو كل ده بيخف اللون وبيدي التأثير بقى ايه وبصوا بيمسح اهو يدي تأثير بتاع القدم بيدي تأثير القدم بسن الفرشة لو فيه اماكن عايز يغمقها بيرجع تاني يديها لون ويرجع تاني ان هو يضقها بالايه بالفرشة زي ما احنا شايفين هدي الكاميرا غبت لنا عشان تبين الموتيفة عاملة ازاي يبتدي بقى يضق بقماشة الفرشة شالت جزء من لون القماشة بصوا بتعمل ايه بصوا اللون قبل ما تدقب القماشة وبعد ما تدقب القماشة القماشة شالت جزء تاني من اللون كل ده عشان دي المظهر التاريخي او المظهر القدم مش كده بس هيجي بعد ما هيدقب القماشة هيعمل حاجة مهمة قوي انه هيبتدي يمسح برضو العالي يعمل عملية مسح للزخرفة العالية وعملية وعملية المسح دي تخلي العالي كله بلون الدهب والاجزاء الغائرة او المنخفضة هي اللي هتبقى وغدى شكل الاجسادة او شكل المظهر القضي اديك هي شفتها دلوقتي قدام عينك كأنها قطعة يعني بقالها فترة يعني هو عمل لها المظهر التقديم ده بيده تسلم ايدي الشباب ايوة بدأ يمسح العالي اهو ولما بيمسح العالي هللاحظ ان الاجزاء اللي هي البرزة اللي موجودة كأنها متحددة بالبني في الاجزاء الغائرة اللي حواليها ده بيبقى مطلوب وده كله قدر ان هو يشتغل ويعمل التأثير ده لان اللون اللي هو استخدمه كان ما بيجفش بسرعة احنا المفروض نتكلم على كيفية التزهيب على الزجاج والبلور ونتكلم على ازاي بنعمل عملية التزهيب على الرخان وازاي بنعمل عملية التزهيب على الجلد طبعا الحلقة لا تكفي ان احنا نقول كل ما يتعلق بالتزهيب ولذلك ان شاء الله هيكون في حلقة تانية بتتناول يعني احنا احنا بندهب ازاي راكليل استخدام استخدام ورق الدهب على المستوى التاريخي كان عبارة عن ايه وبدأ فين وشفنا فين وجوده في المتحف المصري خاصة في مغتنيات الملك توت عن خامون كمان اتكلمنا على استخداماته على الاسطح المختلفة قلنا ان هو بيستخدم على الموبيلية الخشبية قلنا ان هو بيستخدم على الجدران بيستخدم على الجلود عفوا بيستخدم على الزجاج كمان قلنا ازاي بيتصنع وكيف يتم تصنيعه سواء كان ذلك بصورة او بطريقة يدوية او بيتم تصنيعه بطريقة قلي وشفنا ان هذا الامر نقدر ان احنا نعمله يعني كنوع من المشروعات الصناعية الصغيرة للأسر المنتجة في البيوت لما شفنا الراجل الكبير وزوجته وهم بيصنعوا ورق الدهب الفينو الاصلي الطبيعي الفرنسي جوه بيتهم او ضف بيتهم عاملنها بيصنعوا فيها ده يعني نقدر نعمله كمشروع مش هنفضل نستورد ورق دهب فترة كبيرة شفنا شفنا ايضا ازاي بيتم تصنيع ورق الدهب يعني بطريقة آلية عشان نقدر نعمل انتاج كمي والمصنع بيصنع ازاي ايضا شفنا ما هي انواع ورق الدهب المختلفة وايه الخامات اللي هو بيصنع منها برضو ايه مواد اللصق اللي هي بيتم لزق ورق الدهب بيها وشفنا ايضا خطوات لزق ورق الدهب على الموبيليا خطوات لزق ورق الدهب على الموبيليا خطوات زي ما احنا شفناها كده اول حاجة بيتم تجهيز السطح الخشبي بتاعنا وبعد ما بيتم تجهيزه بيتم اعطاء بطارنا للسطح هنا شفنا الطريقة الكلاسيكية اللي هي بيتعمل بيها ورق الدهب من قديم الازل ان القطعة بيتم تجبسها بالدهب او الجبس الفرنساوي كمان شفنا ازاي بيتم اعطاء طبقة من الغيرة عشان نسد المسام بتاعة الجبس وبعد كده ازاي ايضا بيتم يعني دهان المادة اللزقة خطوة بخطوة واني لابد ان القطعة كلها تدهن مادة لزقة واذا كان بنستخدم مادة لزقة ميسيون سريع او ماكسيون سريع يبقى انا ممكن اقدر الزق بعد نص ساعة لو هستخدم الماكسيوم فورت اللي هو البياتي او المسيون البياتي لازم 12 ساعة على الاقل او 18 ساعة عشان اقدر ان انا الزق عليه ورق اه 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 شفنا بقى ازاي بيتم نقل ورق الدهب من الضفتر لغاية السطح اللي مدهون مادة لزقة لابد ان احنا نأكد قوي على استخدام الادوات والمعدات الخاصة بلازم ورق الدهب عشان ده بيقل من الهدر وبيقل من الفاقد بتاع ورق الدهب لان ورق الدهب لو بستخدم دهب فرنساوي فلا بستخدم دهب حقيقي دهب بالجرام دهب غالي فلابد ان انا احافظ بقدر المستطاع عليه وانه يبقى كل حاجة في مكانه ورق الدهب زي ما احنا شفنا شفنا دي سكينة التزهيب مخدة التزهيب شفنا فرش التزهيب اللي هو بيشيل بيها ورق الدهب كل ده شفنا وشفنا زي بيتم عملية الاكسدة على السطح لحد هنا الحلقة بتاعتنا انتهت وبإذن الله الحلقة اللي جاي هنكمل درس التزهيب والى لقاء اخر ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة